السلام حبائب كيفكم كيف صحتكم شاء اخباركم شاء الله يراب تكونوا كل يدكم بألف غيروا اهلا وسهلا بكل البنات لانضموا لعيلتي جديد وخليلي قلبكن يا احلى بنات في الدنيا كلها اليوم لكل البنات عب يستنوني وازبط غرفة ولادي والله هي بنات كنت موصي على طلبية من نت فكنت عب انتظر انه تجي حتى كمان كنت موصي على صداجة كمان بستنها تجي بس ما كانت تجي الى تقريبا موصي عليها ثلاثة يام وما اجت فقلت لحالي خلاص انه هلا راح مد اللحيف وظبط الغرفة وبس تجي انه بمدة خلاص بكون خالصة اول شي لميت كل الحرامات اللي عدتخد ومسحت العنابر لاني العنابر عنتي كانوا فاضيين ملي حط فيهم شي فقلت بدي عبيهم شوي تغراض وشيل هالغراض من وشي لاني في عندي حصر سداجات كل هاتون طاويتون هيك يعي متل مدعبلتون وموقفتون جنب الباف فكتير متنازقة من منظرهم فقلت راح اطويهم طوي وحطهم بالعنابة مسحت العنابر وكنستهم كلهم مكنست الكهرباء لاني في زوايا ما اوصل انه مسحهم فكنستهم كلهم مكنست الكهرباء من الغبرة بعدين بلشت انه ضبضب العاب ولادي في عندي كتير العاب قلت بدي كبهم ومتل ده بدي بصغار قلت هدو كلهم بدي خبيهم هنه لازم انا اخسلهم بس بما انه هلا كتير بارد فقلت له لاختي هلا راح عبيهم بكيس وخبيهم بس اشوف الجو حلو بطالعهم وبخسلهم هلا هون اتاخر الوقت وما هتلاحق انه كمل انه تضبيط الغرفة فرجعت مديت له ان احراماته نفسه وغيرت دي كور هيك الاوضاء شلت السحابة حطيتها هني كان فيه متل طاولة كمان شلتها من غرفة وعفت بس هاد الكرسي وهي الطاولة هاي اللي صغيرة والسحابات حطيتهم بين اللي تخوتي وهون واخيرا وصلت الطلابية انا موصيت من هاد البرنامج رحط لكم رابط اللحيف باول تعليق اللي انا اشتريتهم حتى كمان اشتريت سداجة بس عم بستنها انه توصل هلا هون عم طالعهم بس احكي لكم شغلة انه انا ما انتبحت عليها انتو حاولوا انه تنتبهوا وقت تنتبهوا وقت بتكون توصوا اه طلع هدول بس وش الحاف ومخده فمو معون شرشف لاتخط بس انا عندي شرشف يعني والله يا بنات الصراحة هاد البرنامج كتير حلو بس اهم الشي يكون عندك كارت بعنقوا تقدر توصي شو ما بدك والله اللي عنده هاد البرنامج بعمره ما بروحها السوق ولا بيشتري لان فيه شغلات كتير حلوة احلى من السوق والله يا بنات احلم السوق وحبت يون كمان انه اللون زرار وما بيتحركوا عقد الحاف بيجو شوفوا هيك هاد المنظر اللي اخترته الصراحة هاد اللي اختاروا ولادي هننا هاد كتير حبوه هادا تخت التاني هلا كمان رح رتبه متل تخت اخوه وطلعوا بجننوا لونهم حبيتهم صار لونهم ازرق هيك ملونت حسيت الالوان في يون اعطوا اه جولة الغرفة والحمد الله انه ماما نصحتني ما رجع اللحف لاني وقت حطيت لان وجاه حسيتهم انه صاروا كتير سماك وبعرف انا هك حسيتهم وفي كتير بنات انه قالوا لي اخدي اللحف السيارات هلا انا شيريت لان لولادي شلفات سيارات شلفات صيفية هارفتو فمشان هيك قلت بحبيت انه اغير شكال وجبت اللحف لونهم صفر هلا منيح انه في مع كل الحيف تلبست مخدة وشرشف يعني انه صح انه ما اجو مع الوجاه اللحف انه شرشف بس انه انا عندي جين مع الحيف مع انه والله يا بنات انا يعني بتذكر انه وصيت على ثلاث شغلات انه الشرشف وتلبست الحيف وتلبست مخدة يعني هيك انا بتذكر بس بعد ما وصلتني الطلبية فبرجعت على الرابط فلقيت انه هن بش شغلتين بس يلا منيح والله يمن غاليات ابدا هلا راح تسألوني شقات سعر اللحف وشقات اللحف اخدت الى اثنين بخمسمية يعني الواحد حقه ميتان وخمسين وبالنسبة للوجاه هن سعرهم مية وسبعة وعشرين تقريبا الواحد فوقت طلبت انا اثنين ونفس الموديل ونفس الشكل يعني فعملوا لي انه عليهم خصم وحسبوا لي الواحد مية وعشرة الواحد يعني الاثنين ميتان وعشرين والله يمن غاليات ابدا انا نزلت ع السوق وسألت وسمت ومو الرسم اللي بدي انا يعني هاد الموجود مية وسبعين ميتان وخمسين هيك قالوا بكلفوني منيح انه انا اخدت انه فيهم كل الالوان يعني لكلش بيلبقوا يعني ان حطيت الشرشف ازرق بيلبق ان حطيت الشرشف احمر بيلبق شو ما حطيت بيلبق بس انا ما كنت عمد اللحيف كنت بدي وجاه الهم لاني لو نون صفر فقلت حرام انه يتوسخوا وانه اغسلهم انا بحب اغسل الحيف بحب مثلا شمسه وباس ما بحب اغسله بحب حطله وجه والله بتعرفوا بجوز اخد كمان وجه تاني اوسع واحد تاني انه مثل بدل اذا توسخ خد مثلا انه غيرله بس ان شاء الله شوية شوية يعني انه بشتريلون لسه كنت حابة جبلون ساعة وجبلون مثل لمباديرة يحطوا يكب بين الدخوتة كنت حابة جبلون السداجة مثل ما قاتلكم بس ما وصلت وحابة كمان جبلون مقاعد هيك مقاعدين لعلي ويحيا وحابة كمان جبلون مثل دبدوبين مثلا مثل بعضهم او سيارتين مثل بعضهم مثل بعضهم ايك حطلون يهون جمبر عالتاخذ بس على الاغلب هنين دبدوبين او قططين هيك عرفتوا انه حطهم عالتخوتين مثل بعضهم بس الواحد مثل ما قاتلكم الواحد ما بيطلع عالدرجة برقد راقد بنطلع عالدرجة درجة لانه اذا طلعنا راقد بنوقع فمشان هيك نطلع عمهن اذا لستاتكم معي هون يا بنات بالفيديو وما رحتوا عمه حل بتمنى انو تحطوا لي لايك مشان يرتفع الفيديو اكتر واكتر وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس مشان شو ما بنزل انا يصلكم اول باول هون متل ما لكم لاحظين لابسة جاكت صوف لاني كان كتير برد مع انو الجو برا شمس وداخله الشمس لجوه بس البرودة مي طبيعية اظن هذا الشهر هو ابرد شهر هلا يعني جاينا لاني باقية الجمعة عنا نحن مكتوب بالجو عنا باقية الجمعة كل اياتها تلوج عقولت ابني بده يعملكم فيديو كامل نهار كامل كله بالتلج بانتظروا بس ينزل التلج رح ساوي له الفيديو ونزلكون اياه هون معوني مع الحيف ما كان يلتبس معي بسرعة هداك انو زبطت بسرعة بس هاد ما كان انو يلتبس معي بسرعة بس بعدوني انو خلاص زبطت ولبستو هلا هون انا عندي مخداد جدد يعني ما اللي ملبستهم كنات فحطيتهم لعالوجش يعني قلت هدول بحطلوني هون عالوجش ووقت بنامو بحطلوني هون جنبون عالحيط مشان لحيط انو ما يعطيهم برودة هلا قلولي اش قد بتقيموهم من عشرين اش قد بتعطوني انو من عشرة على موديلاتهم اللي اخدتهم انا حلوات لا انو سيارات احلى انا ما حبيت انو جيب سيارات لاني وجهة الصيفية عندي اهنان سيارات كمان كنت حبي انو نزل البردي واغسلهم بس الجو انو كتر البرد وانا ما عندي صفاجات انو قوام والله بباسو كذا ما قدرت انو اغسل شي مع انو انا ما علي رسة تلج مع انو غيسلت انا رفته يعني عمري زمان طريبا انا كل شهر بنزل البردي بغسلهم وبرجعب على الاب فمشانك انو ما اكلتهم كتير البردي يعني انو بعرفهم انو هنا نضاف هلا هون ضبضبت حوالين الغرفة كلها اياتهم وقلت بدي شير هاد الكرسي وغير له محله لاني هاد الكرسي بيعود عليه ابني وبيدرس عليه فمشانك انو عفته في الغرفة هلا انا قبل بيوم كان عندي اختي فرفعت اللدقوته ومسحت حواليهن وكنت ناوية انو شير السداجة هي اللي حاططتها تحتهم بس الاراضي كتير بردات فقلت لا خلص يعني بدي عيفة انو عادي يعني ما في اشي حلوه هي انو احسن مولادي يبردو انو عيفة نعطاق سداجة صغيرة او رقيقة انو خلي الغرفة كلها تمامدودة احسن يعني ومن الغبرة والشراشة في الحرامات حسيت الاراضي انو تغبرت فشغلت من كرس الكهرباء وقلت رح كنس الاراضي هلا قاعد الكرسي قلت بدي حطه الطرف الثاني انو صاير الباب مع بيمفتح هيك معي وقت عم بفتحه فشلته وحطيته الطرف الثاني وقلت رح كنس ارجع الارض لاني حسيته انو من الكياس وهيك انو تغبرت احسن شغلي انو عملتها انو عفت المادة ممدودة لاني انا مدي سداجة وفوقها مدي هاد البساط عرفتو عشان انو يصير سماكة للارض عشان ما يبردو ولادي يعني حتى وقت بدي كنس تحت لدخوتي انو بتسعن متنس الكهرباء لجوبا كلها ياتا لاني الون لدخوتي جرين حديد وعيليات تقريبا عن الارض شبر عرفتو يعني هي احسن شغلي انو بكنس تحتون ببضل نظيف هلا هون تقريبا خلصت بس قلت بدي مسح السد الشبابيك وبدي مسح كمان لدخوتي وبكون خلصت كل شي ومسح السحابة اللي كانت حدثتها بين التختين مع انو واللهي انو برحل مسحتهم يعني وقت ساويت الغرفة بس ما بقلكم اللي حرامات عم صير الزغبر وغبرة فمشان هي كعدت عليها ورجعت مسحتها واللهيش قد ما مسحتوه ما بتقول لا وهيك الحمد الله خلصت الغرفة واخيرا وصار منظرة كتير حلو ما بعرف انا حسيتها تغيرت مية وخمسين درجة انتوش اب بتقيموا يعني تغيير انو تغيرت شي لما تغيرت وهيك خففت الالعاب ما حطت فيها العاب كتير شلتن وعفت الكرسي متل ما قتلكون عفت لها يا لابني والسداجة حسيت انو حلو كتير لي بقى للمديع الميددته انا واحلى الشي انو كلها يتنفس اللون ومالي حاط انو كل واحدة انو لونها شكل وعندي هاي الكرسي كلير يحيي بحبي يلعف فيها فقلت رح علقلها بغرفته وفي عندي كماش بيت صور يحيي عاملهم في الروضة فكمان علقت لياهم بالغرفة وهيك صارت غرفة حلوة متواضعة وبتجنن ولهون حباب كن وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله يربي يكون عجبكم ما تنسوني من لايك والاشتراك وتفعلوا لي زر الجرس وخليلي قلبكن يا احلى بنات في الدنيا كلها وبعد ما خلصت هيك كل شي قلت لحالي بدي اعمل الفنجان قهوة ايلي ولا ابن عمي لاني كتير بحب سابق قهوة خصوصي المسويات هيك على رواءها ويح ويح يوح انام هون هيعلوش انام هون تستحوا على خير يا ولاد هون اعم حط لهم والناسة صغيرة هيك اذا قالت لكم انه قمت اعمل قهوة بس كرمال هاي البسكويتة لاني كتير كنت مش تهية عليها بس قلت ما ابدأ اكلها هيك لحالة انه جنب فنجان قهوة بتطلع قطيب وبحبكم كتير وكتبولي اسمائكم ومن وين متابعيني وبالنسبة للمسابقة يا بنات بس انه كل صبيت جبلي من طرفي عشرين اسم وتكتبلي انه انا من طرفي فلانة مشان يدخل اسمها للمسابقة يعني مشان تربحه وبس هيك وبحبكم كتير وسلامات